بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة وشرع تطبيق من اجمل التطبيقات اللي انت مش هتستغنى عنها ابدا فهو تطبيق يتم كفل الهاتف والتطبيقات من خلال ازرار رفع وخفض الصوت وممكن تستخدم التطبيق لكتابة الملاحظات فهو من اروع التطبيقات اللي هتستخدمها على موبايلك قبل ما نبدأ اتمنى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد على قناتنا ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك يلا بينا نستعرض التطبيق مع بعض تطبيق بتاع النهاردة هو تطبيق كينوت انت اول ما تشوف التطبيق هتقول ده تطبيق ملاحظات بس مش تستعجل تابع الفيديو للنهاية وانا هسبت لك كل كلمة قلتها لك بعد تحميل التطبيق من متجر جوجل بيلي يتم فتح التطبيق كده بعد كده نضغط على نيكست بيزهر لك الوجه دي تبدأ تضغط من خلال ازرار رفع وخفض الصوت كلمة السر اللي انت عايزة وليكن هنضغط اتنين فوق واثنين تحت واحد فوق تاني بعد كده نضغط على نيكست بنعيد كلمة السر اللي احنا لسه كانت بنا نضغط اتنين فوق اتنين تحت واحد فوق بعد كده نضغط بعد كده نضغط نيكست نضغط الصلاحيات بعد كده يقول لك تديني سؤال امان بحيس انك انت لو انسيت كلمة السر تعرف تخش على تطبيق أذا نقوم بأكد قسم الإجابة ونكتب الاسم الإجابة مثلاً Weakon Ismail ثم نضغط Next ثم نضغط Finish ثم نقوم بأكد قسم الإجابة ونعمل أكد إجابة أي ملاحظة ولكن كنا نعام إجابة اسماعيل ونضغط على علامة صح حتى هذا الآن يوجد تطبيق ملاحظات عادية مجددنا أن نعافل التطبيقات والزاي نغفل الهاتف من خلال ازرار الرافع وخفض الصوت اول حياته على نضغط كلمة السري اللي احنا لسه كدبينها نضغط على ازرار الرافع وخفض الصوت اللي احنا لسه كدبينها تنين فوق تنين تحت واحد فوق. بيرعم يحول 일نا الى الواجهة الامامية اللي ديت ويبدأ يحمل لك التطبيقات اللي عندك نضيت التطبيقات اللي عندك لو انت عايز وانت تشوف التطبيق اللي انت عايز وانتِ يصليفه اللي يكون بعد كده نضغط في وجهنا. بعد ما نضغط بعد كده نرجع نضغط في النص نرجع نشوف التطبيقات اللي احنا قفلناها واللي اكون ننزل نشوف تطبيق الفيديوهات. مش هيدفق يفتح نهاية زرلك بالوقع الامامية ديت اكن التطبيق معطر. مجرد انك تضغط اتنين فوق واتنين تحت على زرارة وخفض الصوت وواحد فوق تاني يروح فتح لك التطبيق بالوجهة الامامية ديت يروح فتح لك التطبيق عادي خالص. لو انت عايز نشوف برضا التطبيقات اللي احنا لسه شايفة عاملينها. وليكن هننزل على برنامج الازانة ان احنا عاملينه. اهو. بموارد تخش نفس الكلام هيزرلك نفس الوجهة بالسواد كده لازم تضغط كلمة المستر. نضغط اتنين فوق واتنين تحت وواحد فوق. بيروح فتح لك بالواجهة دي. فهو تطبيق جميل جدا. انت قولت ممكن تكفل الهاتف من خلال الزرارة وخفض الصوت انت راعد دلوقتي اللي جفلنا تطبيقات بس. تعال نضغط كلمة السر اتنين فوق اتنين تحت واحد فوق. هنخش نيجي على تاني خيار اللي هو ده. ونيجي نفعل الخاصية من هنا. وبعد كده نضغط. بعد كده نضغط. بعد كده نديره ياس. هنا بيقول لك ارسم النمط اللي انت بتاعك. ادي نمط الهاتف بتاعك. شوف انت عايز تفضل مشغلها او تفصلها. وليكن احنا عايزين نفصلها. اغلاق. ونضي له كلمة السر. تمام كده اغلاقنا كلمة السر. بمجرد احنا نكفل التطبيق. فانت لما انك تفتع لازم تضغط كلمة السر اللي انت عادي تديها له. اضغط اتنين فوق. اتنين تحت واحد فوق. يروح فتحلك الوجه كده. فانت كده ممكن تكفل التطبيق وتكفل الهاتف من خلال ازرار رافع وخفض الصوت. وممكن تستخدم يقول لما لاحظات تكتب علي ملاحظاتك وكل حاجة. فهو تطبيق ممتاز جدا. من المستهيل انك تستغنى عنه فهو رايحك كتير. من المستهيل انك تستغنى عنه فهو التطبيق ده ممكن تستخدمه لو انت من النوع اللي بيخاف على الخصصية. ان مش عايز حد يشوف النمط ممكن اي حد جنبك انت تضغط النمط العادي يشوفه. فهو تطبيق ده ينفعك. فتطبيق جميل جدا. ودي كان كل حاجة معنا النهاردة. رابط التطبيق ستجده في وصف الفيديو. واذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك والاشتراك في القناة. وتفعيل زر الجرس على الكل. يصل الكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.